بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فلا نزال في برنامجكم لماذا تركت الوهابية يقول بعد السلام والتحية أنا لم أكن وهابا نموذجيا بل كنت أحمل بعض الأفكار وأنكر البعض الآخر أنا من مصر عمري 22 سنة تربيت في أسرة عادية لا وهابية ولا أشعرية ولم نكن نعرف تلك المسميات أصلا غير أن أبي حفظه الله كان وما زال يلازم القرآن ودلائل الخيرات أول موقف مع الوهابية كان في رمضان في صلاة التراويح كنا نصليها في مسجد صغير كان عدل المصلين لا يتجاوز الخمسة عشرة خمسة عشرة مصليا كنا نصلي أربع ركعات ونقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ثم نكمل أربع ركعات وهكذا لأنه لم يوجد في المسجد إمام راسب ولا خطيب وهذا المسجد كان لا يصلى فيه الجمعة واعتدنا على ذلك الأمر حتى جاء بعض الوهابية وصلوا معنا التراويح وأنكروا علينا هذا العمل وقالوا إنه بدعة لم يفعلها الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أول مرة أسمع هذه الكلمة ولم أعطي لها اهتماما حتى حدث موقف آخر من رجل مدعي العلم وهابي كنت مع أصدقائي في الشارع إذ بتلك الجماعة يعني جماعة فيهم وهابية هكذا جماعة القت علينا السلام وتكلموا معنا كثيرا عن الإسلام وحسن الخلق ودخلنا معهم لنصلي في المسجد وبعد الصلاة قالوا انتظروا سوف نلقي درسا في الطهارة والمعاملات فقلت في نفسي فنعم ما هي لأن الدين عندنا في مصر يكاد يكون مهملا في المدارس وإذا شرحه مدرس يشرحه على استعجال لأنه لا يضاف إلى مجموع الدرجات وهذا للأسف أنشأ أجيالا لا تعرف كيف تتوضى ولا تصلي أصلا وأنا كنت منهم المهم أخذ في الشرح وتطرق إلى الكلام عن الجهاد وقال إنه يوجد نوعان من الجهاد الدفع والطلب في هذه اللحظة وجد صديق لي يدرس في الأزهر ينشدني أو يشدني وقال لي دعك عنه وعندما خرجت قلت له لماذا خرجت قال لي لست مطمئنا له إنه يتكلم في فقه العبادات لماذا لا يتكلم عن الجهاد قلت له وما المشكلة كله دين قال لي بهزار يعني بمزح يبقى يبقى إن تشكلك عايز تروح على أمن الدولة قلت لا الله الغني يعني لا أريد أن أذهب إلى أمن الدولة وقلت لنفسي لابد أن أتثقف وأتفقه في الدين ذهبت إلى المكتبة الموجودة عندنا وجدت بها كتبا عديدة أغلبها لأهل السنة والجماعة الأشاعر مثل تفسير القرآن القرطبي وأيضا كتاب التذكرة وكتاب الغزالي وكتب للغزالي والسيوطي وابن الجوزي وابن حنبل أيضا يقول ابن حنبل ليس أشعريا وأيضا كتاب زاد المعادل بن القيم وكتب لمحمد حسان العريفي ويوجد كتاب لكن لا أعلم لمن اسمه عقيدة المسلم وهذا على سبيل الحصر لا تسأل كيف توجد تلك الكتب مع تلك لكن في الغالب الكتب الأخيرة أتت عن طريق الهدية مع الكتب الصغيرة التي توزع مجانا في الحج والعمرة وأنت أعلم الناس بها المهم شرعته في قراءة الجامع لأحكام القرآن القرطبي ولم أكن أتعدى العشر سنوات وكانت النتيجة أني لم أفهم له شيئا لكن لفت النظري وأنا أقرأ في بداية الكتاب وجود اسم الشيخ ابن تيمية كان مذكور في الكتاب باسم شيخ الإسلام طبعا وهو يقول أراءه في كتب التفسير يقول تفسير الطبري كذا وكذا القرطبي كذا وكذا لكن الكلمة التي علقت بأذني وهي البدعة كان يقول أغلب كتب التفسير مليئة بالبدعة وقد علمت معنى البدعة في ذلك الوقت لكن على الطريقة الوهابية طبعا هذا لا علاقته بالقرطبي القرطبي مات قبل ابن تيمية فربما أحد المعلقين أو ربما أخونا يتكلم عن كتاب آخر يعني بينهم أكثر من خمسين سنة نعم لكن في ذلك الوقت القرطبي توفي ستمائة وواحدة وسبعين أو واحدة وثمانين وابن تيمية توفي سبعمائة وثمانية وعشرين يعني المعاصرة ممكنة لكن لم يكن ابن تيمية مشهورا ولم يكن القرطبي لينقل عن ابن تيمية وهو أصلا أكبر منه وأسن منه وأقدم منه فوجدت كتابا عندي اسمه فقه السنة لسيد سابق وحضرتك تعلم مدى سطحية هذا الكتاب لكن أنا لم أكن أعرف هذا كنت طفلا صغيرا وجدت كتابه سهلا سطحيا يتكلم في الدين فظننت أنه أفضل كتاب في العالم وكنت مقتنعا بكثير من آرائه وكنت أحسب نفسي شيخ الإسلام مثل ابن تيمية غفر الله له مرت الأيام ورأيت أولئك الشيوخ السلفيين مرة أخرى يتشاجرون مع المصلين في المسجد أيهما أحقوا بالإمامة وكانوا يقدمون يتقدمون في الصفوف الأولى أو يقدمون في الصفوف الأولى أصحاب اللحة الطويلة والجرباب القصير ظلوا فترة على هذه الحال لكن الحمد لله لم أعد راهم مرة أخرى ومن الفتاوى الغريبة أنهم كانوا يقولون إن زكاة الفطر تكون من القمح أو البر ولا يجوز أن تكون نقدا لأنها بدعة وكنت أحب مشايخ الوهابية كثيرا عندما ينتقدون الصوفية ولم أكن أحب الصوفية لكن كنت على خلاف هؤلاء الوهابية أحترم الصوفية ولا أسب أحدا منهم لكن كنت أكره الصوفية وعلماء الأزهر فقط وكنت أعتقد أنهم لا يمتلكون إلا بعض الأشياء عن فقه العبادات والمعاملات واللغة العربية بالأخص والتصوف هو السبب الرئيسي لكرهي لعلماء الأزهر حيث إنني كنت أرى التصوف شركا وعبادة قبور ليتوسطوا به لنا عند الله عز وجل وكنت أرى في المسلسلات والأفلام أن الناس يذهبون إلى مقام سيدنا الحسين رضي الله عنه أو مقام السيدة عائشة والسيدة زينب رضي الله عنهم ويطوفون حولهم ويسألون منهم لا بهم الرزق والشفاء من الأمراض أو أن يأتي لهم بزوجة بزوج أو زوجة صالحة وهذا يحدث حقا من بعض المتصوفة غير العقلاء فكنت أراهم كفارا ودمهم مهدور وكنت أيضا شديد الحساسية من كلمة مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو يا سيدي مرسي أبو العباس وكنت أقول إن المدد لا يأتي إلا من الله عز وجل أو من شخص على قيد الحياة لا يأتي إلا من الله لا قيد الحياة ولا قيد الممات قطعا المدد لا يأتي إلا من الله وعلى الرغم من كرهي للصوفية وعلماء الأزهر لم أكن أكره الشيخ الكبير على جمعة وكنت أحبه حبا شديدا ولا أقبل من أي أحد أن ينتقص قدره سواء كان وهابيا أو إخوانيا ولا أعلم لماذا أحبه حتى أن أصدقائي كانوا يقولون لي هل أنت صوفي وأنا كنت أرد وأقول أعوذ بالله من هذا وأحد الأفكار التي كنت أعتقدها في الله عز وجل أنه جسم حتى قيل لي عندما تدخل الجنة سوف ترى وجه الله وهو مزين بالمجوهرات والأشياء النفيسة والعياذ بالله الوهابي على حد علمي لا يقولون بهذا نعم لكن ربما من بعض الجهل عندهم والأشياء النفيسة وهو جالس على كرسي ووجه كله نور حاشاه أن يكون هكذا فليس كمثل شيء لكن هذا الرأي كانوا يروجونه وسط الأطفال كثيرا لكن الحمد لله تعافيتم من هذه الفكرة مع استمراري في الوهابية لكن كان مشكلة لم أكن أفهمها كيف تزوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها وهي عندها تسع سنوات فقط كل أجوبة المشايخ لم تقنعني فكانت هذه القشة التي قسمت ظهر البعير بالصدفة وجدت مناظرة بين الشيخ محمود شعبان الوهابي وبين إسلام بحير العلماني وهذه المناظرة تكلموا في زواج النبي عن عائشة ولم يستطع الرد لم يستطع الشيخ الرد عليه وقال كلمته الشهيرة لي حذاء ألبسه هكذا وكان يريد ضربه بالحذاء لأنه لم يستطع مجاراته بالحجة ومنذ ذلك الوقت هو أن أصبحت لبراليا أنتهج نهج إبراهيم عيسى وإسلام بحيري وأهببت طريقة تفكيرهم جدا يتميزون بإعمال العقل على عكس الوهابية وكانوا ينكرون السنة وكنت معهم في أرائهم جدا حتى قلت لأبي لماذا تأخذ بالأحاديث النبوية وعندنا القرآن الكريم والسنة يشوب والصحيح والضعيف والموضوع ولماذا أراك تقرأ دلائل الخيرات وقد قال طه حسين إنها ليس لها فائدة وهذا ما أراه حقا فنحن لا نمتلك سيارة ولا نعيش في بحبوحة من العيش ملحوظة كنت أعتقد أن طه حسين شيخ ويضحى كهكذا والقرآن عكس كل ذلك جلس معي وأفهمني لما اقتنع ومشيت وراه يعني بالعامية يعني هاوده يعني لا ينه وبقيت قرابة ثلاث أربع سنة متبني هذا الفكر وشربت الخمر لا حول لا قوة الله بالله غير مكتلت لشيء ومع ذلك كنت أحاول أن أحافظ على الصلاة حتى قال لي صديق لي أليس هذا حرام قلت له إن الله يحب التوابين يعني كثرة التوبة والتوبة مش حتيق إلا من المعاصي لا تستغرب يا شيخ فقد كنت أخذ ديني من إبراهيم عيسى وأمثاله من المثقفين وقبلهم من الوهابية وعندما دخلت الكلية رجعت للوهابية مرة أخرى لكن على استحياء وهذا لأن أكثر أصدقائي كانوا منهم ورأيتهم ينتقصون من الأئمة الأربعة وبالخصوص الإمام الشافعي وقالوا عنه أجنبي عن علم الحديث وقد قال لك أحد المشاهدين العائدين من الوهابية هذا وأنت قلت لم أسمع بهذا وأنا أؤكد على كلام الأخ والذي قال هذا هو الحويني وكان يسخر من الشافعية عندما قال بكراهة أو عدم جواز الوضوء المشمس بالماء ولقد حزنت جدا من هذا لأني أحب الإمام الشافعي وحافظت أشعاره وكان ينتغس أيضا الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان وقال إنه يعمل عقله على النقل يقدم عقله على النقل وأحب أن أشير سيدي إلى أن السلفين في مصر مقتنعون أن المذهب الحنفي يبيح أي حاجة وخلاص وهذا لجهلهم وكان عندي حاجة بسيطة مش فاهمها وهي زواج البكر بلا ولي ذهبت إلى دكتور في الشريعة في كولية الحقوق هل سألته هل يجوز فصعقت عندما قال هذا رأي فاسد لا يعمل به فقلت له لكن في مصر نعمل بيرجح الأقوال في المذهب الحنفي في الأحوال الشخصية قال أعلم ولكن يجب أن يغير هذا الرأي سدا للذراع ولأنه مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج البكر نفسها ومنذ هذه الفترة وأنا أبحث عن أقوال علماء في أبي حنيفة لم أجد إلا الحوين وهو يقلل من شانه وكان يخصص خطب الجمعة للانتقاص منه ومنذ هذه اللحظة وجد شيء في صدري فوجدته يقول في تسربي له نشره الشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي وهو يقول لو سمح لنا أن نكتب عقائدنا بأيدينا لقلنا إن النقاب فرض وأن الصلاة في المسجد فرض وتاركها كافر وأن اللحية فرض وتاركها كافر وكان يقول في فرضية النقاب أن وجه المرأة مثل فرجها الحلاق والأجب ستره هذا حدث والله والمقطع منتشر على يوتيوب وقال أيضا إن الشيخ على الجمعة لا يفقى شيئا في الفقه الشيخ على الجمعة لا يفقى في الفقه ولا أصول الفقه والذي علمته أنا بعدها بفترة أن أبا إسحاق الحويني أبعد ما يكون عن العلم والعلماء وبالصدفة وجدت مقطع على يوتيوب للشيخ على الجمعة وهو يجيب عن إثبات صفة اليد في كتاب الليبانة عن أصول الديانة للأشعري ومن هنا بدأت وأفهم أكثر فأكثر العقيدة وأيضا مصطلحي الجوهر والعرب عندما شرحهم الشيخ على جمعة في أبيات المشورة زيد الطويل الأزرق ذكرها وأيضا المقولة التي يشغل بها الوهبية على العوام المنسوبة لإمام مالك الاستواء معلوم قال فيها العلامة عبد العزيز سيف النصر رحمه الله إنها ذكرت بكذا رواية وقال إن سلمنا أنها صحيحة فهو قال السؤال عنه بدعة أي السؤال عن كيف وأوضح أن الكيف من مقولة الأعراض وهذا محار على الله تعالى وجدت أيضا الشيخ محمد عبد الواهد الحنبلي يفضح الوهبية والشيخ سعيد فودة برك الله فيهم عندما شرح معنى الاستواء في محاضرة تقرب نصف ساعة وعرفت أن لكل إمام من الأنم من أربع طريقة خاصة ومنهجية في فهم القرآن والسنة وأراء الصحابة ومثلا الإمام مالك أتى في موطئه بأحاديث للنبي لم يعمل بها وعرفت أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة وأخيرا فهمت كل شيء عن التصوف من خلال الشيخ على جمعة والشيخ يسري وبقيت أقرأ البردة للبوصيري وملازم عليها وأول معرفتي بكم كانت بعد محاكمة الشيخ محمد حسين يعقوب ومن بعدها أصبحت حريصا على متابعتكم وفهمت منكم الكثير وحافظت عنكم الكثير من القواعد وبسببكم بدأت أحفظ الجوهر والخريدة وفور انتهاء من الدراسة الجامعية سوف أتابع شرح سيادتكم لها وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم وأن يسدد خطاكم وأن ينصركم من يعلي كلمة الحق وأخيرا أعذرني لوجود أقطاع نحوية وهكذا وأطلب منكم الدعاء فتح الله عليك وأطلب منك الدعاء أن يوفقني الله وأن ألتحق بالنيابة العامة الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا نهدانا الله نسأل الله جل جلاله أن يختار لك الخير إذا كان في النيابة العامة إذا كان فيها خير لك فنسأل الله أن يسيرها لك التجربة واضحة من وهابي إلى لبرالي إلى الشارب للخمر إلى كذا ثم عاد إلى الوهابية ثم عاد إلى السنة بعد ذلك سبب عودته تخليطات الحويري هذا العجيب وأن الله تعالى هداه إلى العلماء الكبار كالشيخ على الجمعة والشيخ سعيد فودة وغيره نسأل الله لك الثبات والقبول وأن يجعلك الله نائبا عاما إن شاء الله بإذن الله وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر